في باطل كبير جداً بين شرفيه المدعو وسيم يوسف الفلسطيني في هذه الأيام وما هو موضوع البيت الإبراهيمي حسب ما زعم إنه سماه البيت الإبراهيمي هو من معه الأول حاجة ما معنى البيت الإبراهيم حسب ما عرفوه هم زاتهم وسيم قال يا أخي ده حيجيبه المسجد والكنيسة بتاع اليهود والكنيسة بتاع النصارى كلها تكون في حوش واحد المسلمين يخش يصلوا هنا في جامعهم واليهود يخش يرقصوا جوه والنصارى يخش ينطط جوه ويجوا طالعين يتقابلوا قال في حوش واحد يعني في النهاية إنه الإسلام واليهودية والنصرانية دين واحد وما في أي خلاف بينهم مش كده قال در اللمون في شنو حوش واحد ده موضوع البيت الإبراهيمي والهدف منه أول حاجة التسمية إنه ده اسم دين إبراهيم ده باطل وكذب من وسيم يوسف كذب منه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى رد على هذه الشبهة التي أطلقت من قبل وأطلقها الآن وسيم يوسف ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين لأن اليهود والنصارى مشركين اليهود قالوا عزير بن الله وأشركوا بالله والنصارى قالوا المسيح هو الله وهو ابن الله والآلهة ثلاثة الله والروح القدس إله واليسوع المسيح إله ثلاثة آلهة وربنا سبحانه وتعالى قال عن النصارى كفار واليهود كفار بل قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يعني أمة الدعوة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهي في النار رواه مسلم كذلك هو أطلق شبهة قال يا أخي نحن قلنا البيت الإبراهيمي لأن النازل كلهم الديانات دي قال بتحب إبراهيم قال بتحب شونه حسب ما قال هو يعني قال بتحب إبراهيم ودي الشبهة الأصلا بالمناسبة ربنا رد على في القرآن هذي ذاته لأنه لما ربنا قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولا لأن تليهت قبيل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لأن اليهود قالوا إبراهيم ده حقنا نحن نحبه والنصارى قال إبراهيم ده نحن أولبه نحن بنحبه فربنا رد علىهم بالآيات دي ورد علىهم أيضا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين دي رد على الشبهة اللي جابه ويسيم يوصف والشبهة دي أصلا قالوا اليهود قبل ما يلدوا ويسيم يوصف ده ويلدوا الناس اللي اسمه شنو أجابه هذه شبهة أصلا قالوا اليهود أصلا وقالوا النصارى وربنا رد عليها ورد على فئات كثيرة كقولي تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون فربنا سبحانه وتعالى بيّن إن إبراهيم لا تابع لليهود ولا معاهم ولا للنصارى ولا معاهم ولكن إن حنيف مسلم مش تقول بيت إبراهيمي وده من أبطل الباطل وده مما يؤيد إنه يسم يوسف ده والله والله منهج ده ومنهج الإخوان المسلمين ذاتهم حزب الإخوان المسلمين لأن أول ناس في العصر الحديث أطلقوا الشبهة دي زمان أطلقوا اليهود أطلقوا أصب العصر الحديث هم الإخوان المسلمين حتى في السودان ده أنا حسن مكة المزة الترابي قبل كده في مجلة المنتدى أو مجلة الدستور في التمانينات قال ده نعم الحاج يسمى الديانة الإبراهيمية والملة الإبراهيمية قال نطبع الغرآن ونطبع الإنجيل المحرف والتوراة اللي هي محرفة قال نطبع كلها في غلاف واحد نسمي الديانة الإبراهيمية يعني يكون تاني ما في غرآن بس ده يقرأ غرآن يقرأ التوراة يقرأ الإنجيل المحرف وربنا قال له محرف توراة والإنجيل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وربنا قال عن اليهود ونصارى الاثنين فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون ثم التوراة والإنجيل دي كلها شرك بالله سبحانه وتعالى والديانة بتعطيه باطلة ثم هل اليهود الآن لو يسمون من مسجل إسرائيل وقال لهم يا أخي نحن دائرين اسمه شنو نعمل مسجد هنا جوه عندكم وأعملوا بعد ذلك جنبوا أنتم محل بتاع يهود بس أعملوا لنا مسجد بيرضوا ما بيرضوا لكن الزول منهزم وزول ضعيف والبنكر عليهم وقل لك دا داعشي مضطرف إنت المنهجك منهج الأخوان المسلمين لأنه المنهج بتاع الكفر مع الإسلام دا والإجرام مع الإسلام دا منهج الأخوان المسلمين وربنا رد عليهم ربنا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والسلام